منظمة متمردة وصف أمريكي جديد لميليشيا الحوثي التوصيف صدر من المتحدثة باسم البيت الأبيض في سياق التعليق على تهديد الحوثيين باستهداف المصالح الأمريكية ما طرح تساؤلا عن اللهجة الأمريكية الأخيرة تجاههم هل هي مقدمة لتصنيفهم منظمة إرهابية؟ حتى اللحظة تقول واشنطن على لسان متحدثتها إنها تأخذ تهديدات الحوثيين بضرب مصالحها على محمل الجد خصوصا بعد الرد الأمريكي الذي أسفر عن مقتل عشرة حوثيين كانوا على متن زوارق بالبحر الأحمر تاتي اللغة الأمريكية الجديدة تجاه الحوثيين مع إعلان واشنطن أنهم نفذوا 24 هجوما على سفن الشحن منذ نوفمبر 2023 مؤكدة استهداف صاروخين باليستيين سفن شحن مطلع يناير 2024 دون التسبب بأضرار في السياق ذاته التقى وزيراء الدفاع الأمريكي والبريطاني لمناقشة آليات محاسبة الحوثيين على مهاجمة الشحن الدولي بحسب الخارجية البريطانية التي قالت إن واشنطن ولندن ستعملان معا لحماية المصالح الدولية في البحر الأحمر مع ذلك لا يبدو الحوثيين آبهين بالتحركات الأمريكية وهو ما أبانته تصريحات ناطقهم يحيى سريع الذي قال إن أي اعتداء أمريكي لن يمر من دون رد مؤكدا استهداف سفينة كانت في طريقها إلى الكيان الصهوني فيما يظهر من تحركاتها فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال حذرة في شن حرب ضد الحوثيين لوجود تخوفات من توسعها إلى فوضى إقليمية ودولية ولذا تبدو واشنطن حريصة على بناء إجماع دولي حول أي خطوات عسكرية ضد الحوثيين خصوصا بعد التحرك الإيراني العسكري في البحر الأحمر إلا أن سؤال تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لا يزال محل خلاف أمريكي أمريكي استدعى وصمهم بالمنظمة المتمردة والأيام القادمة حبل بالتفاصيل